أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخواني وأخواتي وجيراني وأصدقائي وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فانثمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر الموتور السلام عليك يا ثأره والذي السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برعت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة فلعن الله أول زياد وأول مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمراء ولعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتنقبت لقتانك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرجقني طلبا فأريك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن وعلاكم وعدو لمن حاربكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسألوا أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ضاير ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أميتا وابن آكلة الأكبال اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم ملعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأديم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم ملعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم ملعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم ملعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدا به الأولى ثم لعن الثانية والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زيان وابن مرجان وعمر بن سعن وشمراء وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيام ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو